ماذا يحصل في نقابة المهندسين؟ وهل الانتخابات الفرعية في الرابع من آذار هي مناسبة لممارسة الحق الديمقراطي أم لتصفية حسابات سياسية؟ ففي هذا التاريخ تشهد نقابة المهندسين المرحلة الأولى من الانتخابات الفرعية لاختيار خمسة مرشحين عن الفرعين الثاني والسادس وانتخابات لهيئة المندوبين وتحتدم المعركة بين القوى المتنافسة في النقابة والتي تعكس المزاج السياسي القائم بين قوى 48 أذار وسط سجال حاد حول تفسير المادتين 18 و21 الأساسيتين من قانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان أمين السر والنائب يغوصوا بتفسير المواد التي صار لها 15 سنة تجري الأمور فيها مثل ما هي إنه إذن سجال أحياه الفريق المهيم على النقابة من خلال إصراره على اعتماد المادة 18 والتي تنصه على أنه لا يمكن اعتبار المهندسين العاملين في الخارج ضمن الهيئة العامة إلا إذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم بمكتب هندسي أو شركات مقاولة في لبنان مما يعني منعهم من التصويت في حل لم يكونوا مرتبطين بمكتب هندسي في بلدهم فإذا دخلنا بلغط وقلنا أنه لا بدنا نعمل الهيئة الناخ بوفق المادة 18 طيب ما القانون أجاز للمسافر أنه يترشح طيب إذا يجوا كل هؤلاء المسافرين وترشحوا هل يترى بيترشحوا قانونا ولا ينتخبوا أنفسهم قانونا؟ وسط هذا اللغة القائم قرر أعضاء مجلس النقابة المنقسم بين غالبية من 8 أذار وأقلية من 14 أذار الاحتكام إلى رأي المستشار القانوني للنقابة القادي دكتور غالب محمصاني الذي خلص في مطلعته إلى أن النصوص القانونية والمبادئ العامة توجب عدم ربط حق الانتخاب للمهندسين بأي شرط متعلق بمكان العمل عم بيحاولوا يعملوا مفاجأة للفريق الآخر على أساس أنه هني معارفين نتيجة الأرار بتسعة وعشرين شهر بياخدوا الأرار بتسعة وعشرين شهر والانتخابات الفرعية الأولى ستجري بأربعة أذار وهني بيعرفوا سلفا ما هو القرار ويكونوا متحضرين على هالأساس وتجري الانتخابات بتحذيرات من فريق كاملة أما الفريق الآخر فتكون عدته وتحذيراته ناقصة بالتالي من حيث الشكل أن الانتخابات جرت بجو ديمقراطي ومن حيث الحقيقة فنتيجتها معلبة لأنه في فريق حزفة من الانتخابات أو حرم أو لم يعرف إذا رح يصوت أو مش رح يصوت يعني كما كانوا يعملوا بالبطاقة الانتخابية بين الوصاية السورية كنا عاملين بطاقة إلكترونية المجلس النقابي السيبي هلأ بدهم يغيروا البطاقات وبعتوا بالأس أم أس أنه من ليس معه هذه البطاقة قال ليحق له الانتخابات وهذا هرتقة قانونية كل واحد معه هوية أو باسبور أو بطاقة استشفى أو بطاقة نقابة قديمة أو جديدة له حق يصوت وسط هذه الممارسات التي لم تشهدها النقابة منذ انطلاقتها ثم تمن يسأل لماذا لا يطلق العنان للعبة الديمقراطية التي وحدها تؤدي إلى هدف الإصلاح والتغيير ترجمة نانسي قنقر